أصدر المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقريرا يستعرض من خلاله إنجازات مملكة البحرين في مجال دعم المرأة محليا ودوليا حيث أشار إلى الدور الفاعل الذي لعبته المرأة البحرينية في نهضة البحرين وازدهارها في كل عام تشارك المرأة البحرينية العالمة بنجاحاتها وتضع بين يديه ما وصلت إليه من نجاحات على كافة الصعود ففي الثامن من مارس تجتمع نساء العالم على هدف واحد وهو تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وهذا بالفعل ما استطاعت المرأة البحرينية أن تحققه في مجتمعها من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقاه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فهذا الدعم أتى ثماره اليوم من خلال اختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية لعام 2017 في ختام اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السادسة والثلاثين ومنح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قلادة المرأة العربية تقديرا لمساهمات سموها الجليلة وجهودها الحثيثة في تمكين المرأة ودعمها إن ما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة من دعم للمرأة البحرينية كان من أجل أن تكون عنصرا فاعلا في خدمة وطنها وأن تمثله خيل تمثيل في المحافل العربية والعالمية فالاستراتيجيات الوطنية التي وضعها كانت تهدف في مجملها إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وخلق تكافؤ الفرص بالتعاون مع الشركاء في المجتمع وإعطاء المرأة تحديدا دورا رياديا للمشاركة في صنع القرار من خلال توفير كافة الإمكانات وتدليل العقبات لتسير بخطة واثقة نحو المستقبل من أجل خدمة وطنها وحتى تكون جزءا لا يتجزأ من تنميته المستدامة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين